مساء الخير النهاردة عاوزين نتكلم عن سوق العتبة بقيمته الفنية والتاريخية وطبعا حريقه ده كان شيء مؤلم بالنسبة لي لأنه وأنا مقدر قيمته الفنية والحضرية والإنسانية وزي ما قالت أنا اهتميت بعدين بقراءاتي في التاريخ وكده بتجدت اهتم بقيمة التاريخ وقيمة الأشياء للأسف إحنا لما بندرس التاريخ لا ندرسه بالحاجات اللي هي ليديا اللي هي تعطيك قيمة وتحسسك بقيمة الأشياء اللي حواليك فأولا سؤال عتبة تبنى في الزمن من 150 سنة وأكتر أيام الخدوة إسماعيل تبنى في الزمن 90% من العالم كان مش متعمر يعني يا إما صحرة يا إما تلك ففي الزمن كان في بعض المدن اللي هي مدن متعمرة ولا زالت حتى الآن هي دي المدن اللي بتخرج منها الحضرات يعني باريس في فرنسا وفيينة مثلا في النمسا والخدوة إسماعيل شاف المدن دين وحب انه هو يعمل حاجة شبيهة ليه فحوالين كمان في المدن ده وكده هتلاقي في العمارات اللي هي فيها البواكي بيسموهم البواكي اللي العمارات اللي فيها الممر والأرش ده كان فيها عمارة اللي هي أول منزل صخر كان الكمبيوتر في مصر كان فيها عمارة كده كان فيها محل صخر من تحت هذي العمارات برضو بديا قيمة تاريخية عمارات في أول شهر محمد علي اليوم قيمة تاريخية بعد كده أنا اتكلمت لما كنت بكلم عن قشطوم رأيت الناس ترجع عشان تشوف أنا بكلم في ايه دايما يعني بكلم دايما في القيمة الفنية ولما نقط أغنية ولما بكلم عن أغاني ولا كده أو قصيدة أو حاجة بكلم من الناحية القيمة الفنية والإنسانية في أي شيء هتلاقي في مدان عند أحمد حلاوة في مدان العتبة نفسه هتلاقي فيه عمارة أحمد حلاوة بالقبة اللي فيها المطافي بالشكل الجميل مبنى المطافي ده مبنى تحفة عمارات برضو كان فيه العمارات اللي فيه كان قاوت متاتيا وكده اللي كان بيقعد عليها السياسيين زمان برضو فيهم البواكي والكده فيه برضو هو أنظام العمارات دي هتلاقيه متكرر كتير حتى في مصر الجديدة وفي بورسعيد برضو كده لأن برضو بورسعيد اتعمل أيام افتتاح قناة السويس ففيه عمارات تتعملت بهذا الشكل اللي هو شكل البواكي والشكل وحتى فيه تشابه في البلكونات وكده ودائما تليون فيهم فنادق يعني حتى بتوع العاتب أنا فاكر كان فيهم فنادق عند الأسبكية كان فيه كم عمارة هناك فهذه العمارات دي قيمة بعدين تمشي مثلا عماد الدين عمارات الخدوية اللي في شارع عماد الدين فنرجع للسوء ان المنظر اللي ياخد كان باله بمنظر السوق من جوه أولا هو فكرة ان يبقى فيه سوق مقفول كده اللي هو المول وده زي المول بالمحلات بكده ان فكرة ان يكون فيه مول دي طبعا ما كانش يخطر على بال حد هم نكمل مئة وخمسين سنة بعدين القدرة ما كانش فيه يعني الحاجة كانت صعبة عشان تبني ولا عشان تعمل ولا تحفر ولا كده بهذه المساحة يعني تشوف خد من الناس قد إيه والتفاصيل القبة بالزغرفة والحاجات يعني العمرات دي كلها اللي فيهم قبة وتلاقي فيه زي تمثال ملاك أو حاجة كده بيبقى تحت القبة والمناظر دي يعني دي بتاخد وقت وكانت ساعتي اما بتتعمل في مصر يا اما بيطلبوها من مصانع في ايطاليا أو كده ويد بوتيجي فكان شيء صعب يعني ان انت يعني واحد لما يفكر فيها دي بقى القيمة الفنية والتاريخية والانسانية ان انت لما تشوف الناس ايامي هتعبوا ازاي وعشان كده بيصموهم انسانيات لما بتدرس الحاجات دي لانها داخل فيها العمل الانساني العمل الانساني الفنان والعامل الانساني العامل اللي تعب في انه هو يطبق فكرة الفنان لانه هو الفنان صمم الحاجة والتاني هو يعني يعني حاجة دي تحفة اسرية العمرات دي كلها لانا ذكرتها والاحياء دي كلها تحفة يعني وليهم قيمة مادية يعني انا اما بتكلم فاي حاجة انا من جواي واحد غاوي تاريخ وفن وادب ولوه نظرة في الاشياء وايضا حبي للمحاسبة وكده برضو ببص الشيء بقيمة مادية فانت لما تفهم القيمة الفنية بتاعت الشيء هتقدر تقدر القيمة المادية يعني ما يلوح الناس والحاجات يعني بتتبع بالملايين الملايين للي قدرها لان القيمة الفنية تحولت لقيمة مادية بس للأسف احنا نظرتنا محدودة في القيمة المادية بنفتكر ان مساحة الارض بس هي الارض دي لو تبانى عليها مش عارف ايه ولا العمارة دي لو تبانى عليها بورجين فهي دي قيمة يعني ده العقل المحدود اللي هو السغانطوت كده بيفكر بالفكرة دي ما بيفكرش ابعد ان انت ممكن تستغل هذا المكان تعمله مظهر سياحي توري العالم واتكلم في حاجة ان في كتاب عايز اقول لكم ان يريد في مصر ليه ما بيطلعش كتب عن المناطق دي يعني تاخد كده من رمسيس للتحرير لمدان الأوبرا مثلا والعاتب المربع ده بالعمارات اللي فيها يعني مش هنكفر عن ما هو المفروض مثلا تروح شوية الفجالة هتلاقي فيه عمارات جميلة جدا في الاول الشرع الظاهر والفجالة عمارات قديمة وجميلة اول شرع رامسيس ما بتعدي برضو عند مستشفى الابط وكده عداي القبة عصر السكاكيني بعض من العمارات اللي هي في الظاهر من جوه هتلاقي فيها عمارات برضو قديمة فإنما مفروض يتعمل كتاب يبقى بشكل حلو ويترجم أولا مش محتاج كلام كتير انت محتاج بس صور تبقى الصور حلوة وكده تؤرخ وتحاول تبحث عن تاريخ الاماكن دين تبنى سنة كام من المهندس اللي بناها وكده يعني مثلا عمارات الخدوية ده لو تصورت من جوه انا فاكر في العمارات اللي هي اللي هي اللي هي في عمد الدين دي بيسموها الخدوية اللي هي فيها القبب اللي يدخل من جوه هيلاقي في زجنينة وفسقية كده وبتاعني من جوه خرافة تتصور من جوه تتصور من بره تتصور من فوق المنظر اللي لو حتالها كده على السطح هتصور منظر وسط البلد منظر جميل جدا ان انت تعمل كتاب كده وتحطه وترجمه بكم لغة يعني انت محتاجه بس بفرانسا انجليزي بس ولو عاوز ايطالي اعمله ايطالي مش لازم ايطالي حد مهمة التلاينا هيعرفه معظم التلاينا يعني انت مهمة ايطالي يعني يعني اعمله ايطالي ومصر يعني هتلاقي يعني وانه هو يتقرخ فيه العمرات ديين بالشكل اللي هي فيها والجمال وانك تروج لمصر الحديث وانت عايز السايح لما ييجي تعرفين المهيدين اللي دايما كان انتيجي كده في افلام مش عارف حبيبي دا اياما ومش عابين اللي هي بتطير الحمام ومش عابين يعني يعني مهيدين مهيدين زي مدان الاوبرا يعني مش فرقة عن مدان الاوبرا يعني حكيت انما روحت واشنطن دي سي هنا حسيت كان يوم ماشي في وسط البلد يعني كنت مبسوط لان حسنا انا ماشي في وسط القاهرة فتعاوز تروج لده وتعرف الناس يعني انا واحد من الناس لما احد بيقولي انا عايز انزل مصر اقول له روح لو روح القاهرة يقول لي هروح الغرداء ولا شاق اقول له حاول تروح القاهرة هتتبسط تتفرج على القاهرة اللي بجد مصر اللي بجد دي مصر المدينة مش لا هي بحر وخلاص ولا هي هرم وصحرة لا مصر هي شرق رمصيس وشرق امام دان التحرير دان رامسيس مصر هي شرق الجمهورية مصر هي حي المنيرة برضو فيها كان عمرات حلوة مصر هي جاردن سيتي تفرج يعني انا حتى بتكلم على انما مرحتش مثلا يعني لسه ما تكلمناش عن جاردن سيتي بالفلال اللي فيها والجمال اللي فيها قبل ما الوقت يخلص احنا نتكلم في الموضوع ده اكتر من مرة اه في كتاب ده اون اسمه باريس على نار خصفه باريس بلك from the Belle Epoque. The Belle Epoque. I'm from say La Belle Epoque. لا احنا بنقول عليه العصر الجميل. زمن الجميل يعني. انه اروبا فيه كده مش عاف من قفه تبنو مية سبعين اللي مش عاف كام بسموه برضو الزمن الجميل. فهي مسمية كده يعني هي طلقت ده على الزمن اللي تبنت فيه العمرات ديا والغلاب بتاعه هو كله بالابيض و سود يعني. يعني هو بس معمول بطريقة حلوة. بتبدأ عندي بالو حوالي عشرين سنة. ده مدان سليمان باشا دي عمره من العمرات اللي في مدان سليمان باشا. ده في عمره عمرات اللي باب اللوق. ده جزء من وزارة الاو قاف. وهنا ده شارع البستان. و دي العمره من العمره. كان فيه بتاع بون هنا. فاكر عمره دي كان فيه واحد بتاع بون. وهنا عند اللي هي زي محمد محمود و صبر ابو عالم والشوارع اللي دي قاهرة. دي الصور اللي المفروض نصورها عن بلادنا. هذا هي عمرات الخدوي. القبب دي. يعني شوف منظر القبب. فشيء جميل. ونكمل في الموضوع ده اكتر من مرة. لان ده وان محتاج ان الواحد يعني تركز عليه كتير. تبه زي حملة كده ان انك يعني. فهي الكاتبة اسمها السينتيامينتي بسرعة كده. هي كاتبة امريكانية راحت باريس. سمت ليه كتاب كده. راحت باريس الاول. وشافت المناظر هناك. وبعدين راحت مصر. فشافت العمرات وبالشكل ده. فقالت لك ان دي باريس على النيل. باريس على النيل. فسمت الكتاب كده. باريس على النيل. هو كان فيه واحد مش فاكر اسمه ايه. كان عنده واب سايت مشهور. كان انا عرفت الكتاب ده منه. هو في مصر. هبطلع اسمه واتكلم عنه. بس يعني هو كان شخصا كويسا. يعني كان مهتم بالموضوع ده. وكان عامل تاريخ يعني عن حاجات. انما للاسف هو ما عرفش هو كان صحفي في جريدة انجليزية. انما للاسف ما حدش تبنى هذا. يريد تحدي تبنى الحاجات دي. واحنا كمان يعني يعني اللي هي بيسموها الجهود الذاتية. وعلى عموم نبقى نكمل موضوع ده. وتصبح على خير. وسلام. ترجمة نانسي قنقر